أهلاً وسهلاً بكم في حلقةٍ جديدةٍ من أسرار شرق أوسطية اليوم سيكشف الآذريون أي تكتيكاتٍ استخدمت في هذه الحرب وكيف انتصروا وكيف وصلوا إلى نقطٍ محوريةٍ استراتيجيةٍ لا تبعد إلا بضعة كيلومترات وهذا الذي كشف تماماً في لوفيقارو نفكر أحد الجنرالات الآذريين كشف بشكلٍ دقيق كيف جرت المعركة من وجهةٍ آذرية وكيف تمكن هؤلاء الآذريون من إدارة معركةٍ ناجحةٍ في ناكورني كرباخ يقول هذا الروبرتاج من قلب باكو إن الوصول إلى مفاوضاتٍ بدون شروط وإدخال تركيا إلى 2 زائد 2 أصبح خياراً منتصر في منطقة ناكورني كرباخ إذن السيطرة على مماري لاتشن أحد الأهداف التكتيكية الرئيسية ولا يتعلق الأمر باحتلاله أو تحريره بل بمراقبته حتى يمنع الآذريون دخول المزيد من الأسلحة وهذا سيؤكد أن هناك ممراً إنسانياً سيشرف عليه الآذريون عدم إسقاط شوشة قبل هدنةٍ معلنة فالهدنة الآن معرقلة من أجل عدم الوصول إلى دخول شوشة وآن ذاك يمكن أن تكون هناك هدنة شاملة أيضاً هناك ثلاث أمور خطيرة للغاية عسكرية أولاً أن اعتراف آذري من الجيش الآذري بقصف العمق الأرميني لثلاث مرات الأولى كانت لتدمير الأس 300 كما أخبرنا في كابان وفي غوريس أيضاً تدمير سكاد بالقرب من وارد نيس وأيضاً عملية سرية لم يكشفها ونحن نؤكدها على أنها هي حصار وعزل جيومري القاعدة الروسية بعد إطلاق سكاد أم الموجهة مباشرة إلى جانجا أي الصاروخ الثاني إذن هذا هو الوضع الذي كان فيه الأمر بالنسبة لثلاث مرات من الدخول إلى العمق الأرميني من أجل تنفيذ عمليات عبر بير قدار أما بالنسبة لخطوط الدفاع الأرمينية فكان صعباً جداً لست خطوط دفاعية اليوم فككت فكانت الطائرات الانتحارية ضد الخنادق الأرمينية هي الأساس وهذا ما أخبرنا به ولم يكن مفاجعاً لكن المفاجئ هو تدمير أنظمة الحرب الإلكترونية وهذا ما يتنفيد به هذا الوفيقارو بحيث قالت على أن ريبيلانت الأول وهذا أو ريبيل الأول ما يسمى بتدمير أنظمة الحرب الإلكترونية ريبيلانت وهذا الريبيل ظهر في 2016 لقد أرسل الآذريون بذكائهم طائرات أنتو أو آآ 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 ذاتي السطحين السوفيطية في الهواء بدون طيار لتشغيل الرادارات الأرمينية ليجري تدميرها مباشرة فأصبح المجال مفتوحاً للقاذفات قاذفات أساساً ليست سوى البير قدار بنظم عالية إذن هذه القنابل ثقيلة تحملها طائرات بدون طيار وهذا الذي كان قد ضرب في العمق الخنادق إذن ريبيلانت الذي ترونه أمامكم هو مركب مضاد للدرون من أصل إنجليزي لكن الاستلاح كان روسياً وقد عزلت بشكل كامل في هذه الحرب فكانت صدمة في موسكو وهذا الريبيلانت هذا الروسي هو في حدود العشر سنتيمترات إلى ثلاثين كيلومتر تقول عنه صحيفة أسفيتسيا أن أول ما كشفه الروس في 2016 كان هذا النظام المضاد للدرون من صناعة GSC وهذا معروف لأنه بالنسبة ل فأصبح هناك تحييد على بعد ثلاثين كيلومتر بالنسبة لكل النظم الفضائية للدرون التي تستخدم الفضاء وهذه القدرة هي التي قلنا على أن البيرا قدار كانت تمتلكها اليوم لدينا الاسم هو البيرا قدار TB3 وقد يكون الانطلاق في حدود الام اي من تراك الام اي الستة ثلاثة واحد سبعة إذن بتقريبا عشرين طن إذن نحن أمام هذا السلاح الذي عزل بشكل كامل إذن ريبيلينت أصلح بعيدا كل البعد دمر عن آخره وهذا انتصار كبير حاول تسويقه الأذريون عبر الوسائل الفرنسية مما يعني على أن التكنولوجيا الفرنسية يمكن أن تسرقى نفس الضربة التي تلقتها التقنية الروسية إذن ريبيلينت وآخر ما آخر صيحة فيه يعني ريبيلينت 2 و3 كلهم عزلوا في حرب نكورنيكرباخ وهذا التجريب الذي حدث كان صعبا جدا بالنسبة لبير قدار وقد نجح في هذه المهمة بحيث أن المركبات الفضائية التي لديها فضائية أو تصوير فضائي عبر الدرون أو قدرة فضائية للتصوير كله يستطيع ريبيلينت أن يتعامل معه بأريحية شديدة لكن هذه المرة ورغم التطويرات التي حدث فكل الذي يعتقد أنه من حرب الإلكترونية انتهى انتهى الحرب الإلكترونية فشل خطير وكبير لروسيا غير مسبوق عندما ندرك ويكون التصريح الآن رسميا عبر الفيجارو من جنرالات الأذريين وتأكيد على أن كل النقط كل النقط الرادارية بالنسبة للأرمن وللإقليم كانت في أقل من نصف ساعة يعني أن كان القصف كان استكشاف والقصف بالنسبة للرادارات في كل الإقليم عبر طيران واحد طيران طائرة واحدة من وكان كل شيء قيد التعامل والتعاطي معه إذن هذا الأمر هو الذي شكل ضربة صارمة قوية لما تنظرونه أنه آخر تكنولوجيا روسية يعني عندما يتأكد على أن آخر تكنولوجيا روسية ويتم معزلها وتحييدها في هذه الحرب الإلكترونية التي جرت هذا يعني أننا أمام انتصار إلكتروني لا نقاش فيه أو على الأقل هناك ميل كبير نحو الانتصار لأنه بالنسبة للآخرين هم لا يريدون خلق بؤرة متوترة ودائمة أو حرب دائمة مع الإقليم ولذلك هم يريدون بعد هذا الانتصار الوصول إلى ما يسمى بمفاتيح الاستراتيجية في كل من شوشة وفي لاتشين وفي جودابلي الفرق ما بين الشوشة والوصول إلى الطريق الوحيد والممر الذي يمر إلى أرمينيا سنكون فقط في حدود الخمستعشر كيلومتر التي تعزل شوشة عن ستيبانا كارت وستيبانا كارت العاصمة الإقليم هي التي لديها هذا المنفذ المباشر إلى أرمينيا عندما نجد أن جودابلي من الاتجاه الآخر ليس بينه وما بين هذا الممر أيضا إلا خمسة عشرين كيلومتر إذن هنا الممر بالنسبة للاتشين وبالنسبة للطريق فالكل يدور حول هذا الطريق رغم ما تنظرونه فالخارطة واحدة هي يمكن تصورها ببساطة شوشة خمستاشر كيلومتر على ستيبانا كارت هي في الطريق تماما إلى أرمينيا في هذا الطريق هناك جودابلي في الاتجاه الثالث فهناك ثلاث مقطة استراتيجية موجهة إلى الشريان الوحيي الذي بين الإقليم وما بين أرمينيا الآن هناك الآذريون الذين يفكرون في ربط الإقليم عن أراضي المحررة بالمدن القريبة منها وبالتالي أصبح هناك استراتيجية مباشرة وتنموية لتحويل الاتجاه لتحويله وربطه هذا الإقليم ليس بأرمينيا إنما بشريان آخر يكون مع الآذريين هذا هو الترتيب أما بالنسبة لبوتين فيعتقد على أنه لا مجال اليوم إلا لتدخل قواته للوصول لثلاثة أمور أولاً أنه لا يريد إسقاط أي من المدن الثلاث الرئيسة التي على الخط الحيوي بين الإقليم وأرمينيا فلذلك فهناك تخوف بالنسبة للآذريين من قطع الطريقة والوصول إلى قطع الطريق وحسم هذه المعركة بشكل نهائي وهذا ما يقترحه الأطراك إذن هذه نقطة وآن ذاك يمكن التفاوض المسألة الثانية هو التخوف من حرب من حرب دائمة أو مفتوحة مع سكان الإقليم ومع الجيش المنظم بالنسبة للإقليم لأنه مطور ولديه دربة وهو جيش دفاعي أصلاً بمقام أن يكون جيش دولة إذن هذه الحرب مع هذه العناصر المدربة إن تحولت إلى حرب عصابات ستكون مستنزفة للغاية لذلك لابد من التفكير في هذه الخطوة الثالثة هو أن بالنسبة للإقليم أهم شيء هو تحرير الأقاليم السبعة وآن ذاك يمكن التفاوض على الإقليم حدوده الطبيعية وآن ذاك حدوده السياسية فالعسكري اليوم نجح ولكن القرار السياسي غير مواكب تماماً للعسكرية خوفاً من التطورات والانعكاسات القادمة بالنسبة لتركيا لا تهتم لذلك تريد نصراً كاملاً وعز الإقليم بشكل كامل وآن ذاك يمكن التعامل مع باقي الأسلحة وباقي المقاتلين وآن ذاك سيكون هناك اتفاق مع الإقليم وليس مع روسيا أو مع أرمينيا مع الإقليم من أجل التوصل إلى حل هذا هو التفسير الذي يعطيه الأتراك ويريدون التدخل ونو بقواتهم من أجل حسم هذه المعركة بشكل نهائي لأنهم يعتقدون أن هناك أمة تركية واحدة بدولتين في أذريبيجان وتركيا لكن المهمة عندي في هذه الحلقة هو الانتصار الذي حدث على الحرب الإلكترونية الروسية وإخراج روسيا من السباق الإلكتروني آخر السباق بعد 2016 والتطوير الذي حدث في 2018 و2019 كله انسحب وانتهى وأصبح مجرد رماد لذلك فبالنسبة لروسيا اليوم أمام الهزيمة أمام هزيمتها الإلكترونية اليوم تحريد أن تستعيد بعد عافيتها ولذلك فهي تطلب وقف إطلاق النار وحليفه يدمره ويكسره لسبب مركزي لأنه يريد ربح الوقت أكثر المهم هو ربح الوقت أكثر كذلك الشأن حتى بالنسبة للمنظومة الإلكترونية بالنسبة لجومري استبدلت للمرة الأولى وثم الثانية والآن الثالثة وكلها فاشلة هذا ما يمكن تعكيده شكرا جزيلا وإلى اللقاء موسيقى